مدى الرسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاة هيا على الفلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله خالق كل مخلوق ورازق كل مرزوق سابق الأشياء فما دونه مسبوق موجد المنظور والملبوس والمذوق أنشأ الآدمي بالقدرة من ماء مدفوق وركب فيه العقل يدعو إلى مراعاة الحقوق والهوى يحث على ما يوجب العقوق فاحذر وفاق المشتهى فإنه يرمي لا من فوق فوق فسح داود لنفسه في نظرة فاتسعت الخروق وغفل ابنه سليمان عن طاعته فطفق مسحا بالسوق وعلى صاحبه أبي بكر الصديق وعلى عمر الملقب بالفاروق وعلى عثمان الصابر من الشهادة على مر المذوق وعلى علي مطلق الدنيا فما غره الزخرف والراووك وعلى العباس أقرب الكل نسبا وأخص العروق اللهم يا مالك المساء والشروق احفظنا من مساءات الحوادث والطرق وهب لنا من فضلك ما يصف ويروق وزد آمالنا من إحسانك فوق ما نرجو ونشوق وافتح لي وللحاضيين موق بصر البصيرة لحبيب المووق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان في من مضى قبلكم من الأمم ناس محدثون وإنه إن كان في أمتي هذه منهم أحد فإنه عمر بن الخطاب أخرجاه في الصحيحين وعلم أن عمر رضي الله عنه ممن سبقت له الحسنى وكان مقدما في الجاهلية والإسلام أما في الجاهلية فكانت له السفارة والمفاخرة فإن وقع بين قريش وغيرهم بعثوه سفيرا وإن فاخرهم حي بعثوه مفاخرا ورضوا به وأما في الإسلام ففضائله كثيرة وهو أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رباح بن عبد الله بن قرد بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي القرشي العلوي أمير المؤمنين وعند كعب يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النسب وأمه حجمة بنت إشام بن المذير بن عبد الله بن عمر بن مخزوم أسلم سنة ست من النبوة وقيل سنة خمس وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم عز الإسلام بأحب رجلين إليك بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام فكان أحبه ما عيلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ابن مسعود ما زلنا عزة منذ أسلم عمر وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال عمر وافقت ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه في الغيرة عليه فقلت لهن عسى ربوه إن طلقكن أن يبدله أزوازا خيرا منكن فنزلت هذه الآية وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيناء أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانم قصر فقلت لمن هذا القصر قالوا لعمر بن الخطاب فذكرت غيرتك فوليت مدبرا فبكى عمر وقال عليك أغار يا رسول الله وفيه ما من حديث سعد بن أبي وقاس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر والذي نفسه بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فدا إلا سلك فدا غير فدك وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الله عز وجل جعل الحق على لسان عمر وقلبه وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر ومن فضاعي عمر قال أهل العلم لما أسلم عمر عز الإسلام وهاجر جهر وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها وهو أول خليفة دعي بأمير المؤمنين وأول من كتب التاريخ للمسلمين وأول من جمع القرآن في المصحف وأول من جمع الناس على صلاة التراويح في الجمعين وفتح الفتوحات ومن الفتوحات الذي فتح قدس حمص إسكندرية أنطاكيا مصر حلوان راما هرموذ والدمشق وأرمانيا وحران وضع الخرات ومصر الأمصار واصطق القضاة وفرض الأعطية وحج بأزواج رسول الله في آخر حجة حجها عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد كان في الأمم محدثون فإن يكو في أمتي فعمق حديث متفق عليه فإن يكو في الأمم محدثون من الملثون من الملثون وما really من الملثون من الملثون فإن يكو في الأمم محدثون من الملثون ومرظة تارد تورك وپن مصر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا 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 شكرا